إذن السلام عليكم وآهلا بكم متابعين الكرام مبروك للجزائر الفوز في مباراة اليوم إذن كما تعلمنا أن المنتخب الجزائري قد تألق في هذه المباراة ضد جيبوتي في ملعب القاهرة الدولي أمام منتخب ضعيف سجل فيه المنتخب الجزائري 12 هدفا بالتمام والكمال حيث سجل في هذه المباراة كل من يوسف بليلي وسوفيان فيغولي وسعيد بالرحمة والهدف الرابع كذلك سجل في هذه المباراة إذن أعزائي المشاهدين الخبار الذي نزفه إليكم وهو تصدر المنتخب الجزائري للترتيب وأخيرا وذلك بعد تعادل بوركينفاسو أمام النيجر بهدف لهدف كما تلاحظون في هذا التقرير إذن كانت المباراة متساوية أو متناسقة أو كما يقال متساوية التهديد من كلا الطرفين إذن فكل من الجزائر وبركينفاسو والنيجر قد لعبوا خمسة مباراة بالتمام والكمال حيث أن فارق الهدف بالنسبة للمنتخب الجزائري هو 21 هدف وبركينفاسو ثمانية أهداف ب11 نقطة نتيجة تعادله مع النيجر أما بالنسبة للنيجر وجيبوتي فهما يتذيلان ترتيب المجموعة إذن هما تلاحظون أن جيبوتي لم تفز بأي مباراة ولم تتعدل أيضا وسجلت هدفين فقط طيلة خمسة مباراة بفارق ناقص 20 هدف إذن الجزائر في المباراة الأخيرة القادمة مما ببركينفاسو هنا في ملعب مصطفى تشاكر ستكون خفيفة الضغط على اللعبين وعلى المدرب جمل بالماضي حيث أن تعادل منتخب ببركينفاسو منح لنا اللعب بكل أريحيتين بحيث أننا نتجاوزهم في عدد النقاط بنقطتين حيث أن التعادل حتى التعادل السلبي أو الإيجابي سنفوز بإذن الله ونتأهل إذن لا يجب أيضا أن نخسر في هذه المباراة حيث أن ببركينفاسو لديه 11 نقطة أن فوزها يعتبر تأهلا إذن أعزائي المشاهدين هذا هو الخبر الذي سنزفه إليكم كما تلاحظون أن نيجر كانت خصما عنيدا على ببركينفاسو وكذلك كانت المباراة صعبة بالنسبة لبركينفاسو على جميع الأصعيدة هنا تلاحظون مباراة الجزائر التي انتهت بأربعة أهدافين لصفر حيث كان الاستحواذ كما تلاحظون أن الاستحواذ في نهاية المباراة يعني كان بنسبة 51 لصالح جيبوتي وذلك حيث أنه تراجع قليلا للمنتخب الجزائري في الدقائق الأخيرة حيث سجل إسلام سيماني الهدف الرابع في الدقيقة 86 برأسية رائعة وفي نهاية المباراة كما تلاحظون أن اللعبي جيبوتي ذهبوا إلى رياض محرز لأخذ السلفيات والتصوير معه وكأن شيئا لم يحدث حيث أنهم قد خسروا بأربعة أهداف للا شيء هذه هي نتيجة المباراة أعزائي المشاهدين نتمنى التوفيق لمنتخبنا في قدم المباريات ونتمنى التأهل إلى الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم أعزائنا المشاهدين نتمنى التوفيق لفقاء رياض محرز حيث أن اللعب منتخب جيبوتي يلتقي طون السلفيات مع رياض محرز وذلك رغم الخسارة أما بالنسبة ليوسف بليلي فقد كان ممتزا جدا في هذه المباراة رغم تضيعه لركلة الجزاء في بداية المباراة لكنه تدارك الأمر وسجل هدفا رائعا بمهارات فردية أما بالنسبة للكوتس جمال بالماضي فهو يحتفل الآن بالسلسلة الثاني والثلاثين مباراة دون هزيمة وهذا رقم رائع جدا إذن أعزائي المشاهدين نتمنى لكم فرجة ممتعة في قدم المباراة ونلتقي إن شاء الله في مباراة بورك نفسه يوم السادس عشر من هذا الشهر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته